السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معنا درس مختلف كده او عبارة عن ايه عن البتاع دي بتاع دي جمعا تقوم كده ازاي عملها كده بالانتظام ده في الكوريل وفي الفوتوشوب وفي الستريتور محتاج الاول انك انت تعمل ايه تعالك انا شوف الفورش او الدي فولت بتاع البرنامج اخب القبر بسا اللي انا عشان نشوفو دي الدي فولت بتاعت البرنامج اده واحدة من بتاعت فولت المعدة تانية الرابعة. ما تقريبا النقطة دي دي انا دي بتاعت انا اللي موجود الوقت دي. شوف بقى كده بتاعتي البرنامج جاءت لقيه جايب نقاط كتيرة بس ايه? بس عشان تعملها منتظمة بالشكل ده مش هتيجي معك. عشان تعملها بتكون منتظمة بالشكل اللي احنا عمله ده فيه حاجات تانية. يعني مسلا دي هتيجي معك منتظمة هي. دي هتيجي منتظمة. اه تمام مع علاقة بسيرة تبقى منتظمة. طبعا. لكن النقطة الوحيدة مش عارف اللي ايه. يعني عملنا لا في برنامج ولا في ولا في عملنا منتظمة. تمام? اه حتى اللي عملنا منتظمة عاملين معها شغلة تانية. يعني بس كده ما تيجي تشوف مسلا ايه دي منتظمة هي. فين هي اللي احنا قفين عليها? اه اه اه. لما تيجي ترسم شكل تاني بقى زي كده مسلا. خلاص بو تيجي تحدد النقطة دي فيه. هتلاقيها هتطلق فيها حاجات في الاول. هتطلق ليها توابع في الاول. زي كده بص شايف التوابع هي في الاول هي ما يجي نتكبر اللاين. فدي لو انا هعمل رسمة كبيرة والكلام ده كله هتعمل معاها مشكلة. احنا هنا هعملين مربع. طب لو انا عمل شوية حاجة بتو تدخلها مع بعضها. لو اعمل شكل سداسي لو اعمل شكل خماسي هل هتجي بنفس الشكل? طبعا هي هتجي بنفس الشكل ده. اللي هو اللوب دا والنهاية والكلام ده. حتى ايه ايه هما الاشكالة المعمولة كده هعمل لك حاجة?バص اي شكل هتحطه. هتلاقي بنمفقوا حتى انتصام. طبعا نفس القصة اهو في القرل. اهو. اهو. تقريبا هو مش هعمل اصلا ده هنم اجيو شوف اللاين? اهو. واحدد حجم اللاين Да اهو. واقشوف بتاعه هلاقيه مديني ايه? مديني مربعات. بس كده. بس كده مديني مربع. طب انا عايزه دايرة. بتاع البرنامبج نفسه مديني مربع. طيب تعالى شوف الموجودة. اه الناس سألت هنعمل عن طريق ايه? عن طريق ايه هنا كده? اه هقفنا واختار ايه? اختار خلاص كده. هشوف اللي هو جابها اه من هنا في البروش ايه. هلا يبي دي نقطة ايه طبعا كده? طب انا عايز نفز النقطة دي. اديها لي كده. تمام? اتهى لي ايه? اتهى لي كده بص كده اول مربع برضه هتلاقيه مدهولي مش منتزمة تلاقي الدنيا معايا كده بالشكل ده. طيب ازاي انا اعمل داتا دي بالشكل ده? وفي نفس الوقت تمشي معايا كما بتعول الاسترس او اللي بيعمل له تكرار او الكلام ده كله. لو عايز يعمل تكرار النقطة تكرار النقطة على شكل يعني مسلا لو مع شكل ميكي او مع مسلا نجمة زي كده. وعايز يعمل لها اوتلاين في نفس النقطة اوتلاين منها اقطة. ايه طب انا هعمله ازاي? تمام? جمع بتعوله استرس. آآ عايز يشتغل بسرعة. فبتعول استرس بيعملوا بيعمل رسم دايرة كده. كده دايرة. تمام? ويملأ باللون. ونسخة تانية منها. ويقوم عامل بين الاتنين بلانت. هجرع من هنا كده. كده. ويشد بين الاتنين بلانت. وبعد ما يشد البلانت دا. بيرو عامل نيوباس. من هنا كده من نيوباس. وهم ركابه مثلا زي كده. زي ما احنا شايفين كده. ويبتده باقي اعدل فيه قراب يباعد الكلام دا كله. طيب اه دي نقطة. تمام? طيب انا مش 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 عايز اعمل كل شوية نيوباس 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 وبلانت والكلام دا. لانه تقريبا بياخد تقريبا بياخد في الوقت تأدي فكرة تركيب نفسها بتاخد في الوقت تأدي الشغل كله. طيب بص هنعمل ايه بالاول في الكل اللي هناخد كده دا 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 مربع ايه. وبحدد حكمها بالزبط اللي انا عايز ان نقطة. آآ برسم ايه دا 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 دي خالص. بحدد مسلا الناس اللي شغالها ستاشر واحد اربعة فاصل واحد. اربعة فاصل واحد. تمام? واللونها باللون. زي ما احنا شايفين كده وبقفنا كده. هنا كده في القائمة دي القائمة دي اجيبها ازاي? آآ الاول اللي عام بنعمل ايه بس الاول? خلها لونها عمر عشان بس الناس تشوف. واخلها من غير اوتلاين. واقول له ايه? واختار هنا على سيف. من هنا يا جماعة على سيف خلاص كده. واختار اوبجيكت سبير اوبجيكت سبير اوبجيكت سبير اوبجيكت اوبصري 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 اوبشكت اوبصري. ماشي? مش برش. وقول له اوكي. علشي جماعة ازاي عندي بعافية جدا. تمام? وقول له سيف. تعال فقا لما اجرسم اه اه اعطي بتبني اوي في في الكلام اللي ما بينكتب. هيا مسلا اكتب رقم تلاتة. بلاش رقم تلاتة. اه خليه رقم تسعة. سبعة. تمام? وبعدين اقول له من هنا كده. كونفيرت كيرف. ماشي. وبعدين هل نزل تحت خالص فين الفرشة ده نستعملها? اهي. بص كده عمله لي ايه? ايه ده? ده هنا رحت خالص طيب. لو جيت هنا كده وضغطت على فوق. على دي تلات ضغطات. على فكرة وعشان الحجم قريب بس. يعني الحجم الرقم من حجم النقطة. وضغطت هنا كده ونزلت. طيب اه حجم طيب تعال كده وكبر ده كده عشان نشوف الرقم بدي وبعدين اقرب الحجم شوية عشان هو كبير. طيب يا جماعة ده كده في الكوريل. طيب لو انا عايز درسم بقى خطوط بقى او ايه? ورسم معايا بقى واللي هو الورد والكلام ده اهي. وبيشتغل معايا بنفس السيستم كده زي ما انا عايز ودين يتمشي معايا زي الفل. تاني باجيب الكائمة دي ازاي من كائمة ويندو وبعدين بخش على اه ركز وبعدين بخش على من الراس بخش على افكت وبعدين بخش على اردستميديا. تاني. افكت اردستميديا. تمام? بتفتح معايا القايم اللي قدام ندي. هي ده بقى انشاء لت عشان انا كنت مفعلها. طبعا انا عدلوقتي لو عملت كده ورجعت افكت تمام? افكت اردستميديا جات معايا القايم. تمام? ده بالنسبة للكوريل. طيب بالنسبة للستريتور. بالنسبة للستريتور اه انا بعمل ايه بالنسبة للستريتور? برسم مسلا دايرة او مربعة الحاجة اللي انا عايزة خلينا في نجمة. خلص وبحدد احجامها وكل اللي انا عايزوه الحجم ده اه اللي انا عايزوه. وده حجم الدراعة بتاعتها الدراعة تيمشاء دي ايه والكلام ده. وعدد النجوم نخليها مسلا ستة اوكي. تمام? وبعدين بقفن على البرش وقول له نيو. وبعدين بختار سكيتر سكيتر برش سكيتر برش. تمام يا سكيتر برش. او زي زي مكتوب بقى انا بعافية شوية في الانجليزي. قل له اوكي. طيب تعال بقى نشوف بعد التطبيق هتديني ازاي? هارسل النجمة التانية. اهيه. وقول له طبق لانجليزي عليهم. وبعدين بقف على البرش. وقول له اه عايز اهدات البرش تتغير من هنا. بيفتح معي زي كده. بقى افعل سبيسينك. احي سبيس. وزود الحجم شوية. اخذ ليها زي ما انا شايف كده لحد ما اتيجي معايا مزبوطة في الاسبيس ايه. لحد ما اللي ادراس ما جات معايا. تمام. تمام كده? تمام. اه نجرب حاجة تانية. اه نرسم ايه? اه دايرة. يعني المشكلة كلها على فكرة في الدايرة. مش في حاجة تانية يعني. يعني الدايرة الوحيدة اللي مش منتظمة في البرامج دي مش هارف ليه يعني. واختر من هنا تاني جماعة وبختار. بقول له اوكي. تمام تمام. وبرسم لو جرر بنجد ان ارسم دايرة. اهي. ولاش دايرة? خلينا في الكلمة دي. خلينا في كلمة تمام? تقريبا ان الدايرة مش هتيجي فيها اصلا. اكبر الحجم شوية. اعمل اعمل النقطة كبيرة. تمام? وبعدين هقول له. تمام. وبعدين هجعل واوطلاين وهقول له املأولي بالنقطة. وبعدين اشيل الفل. تمام يا جماعة? وبعدين من اعدادات من هنا. بقول له وخلي النقطة. هلعب بقى في اعداد الايه? ايه سواء هنعمل النقطة ظاهرة. عشان تمام بسي. اون 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 وهو أساعد اسبسين شغيل تعريب الخلي مئة وخمسين بعدين بصغر من هنا ممكن أصغر الصيد وأكبره ما عندش مشكلة ممكن أغير زوجة الاسكتر هنا من هنا وهي درجة التنظيم بتاعتها وهنا درجة الروتيشن بغيرها تمام وبتثبت الدنيا معي بنفس الحجم الحجم النقطة نفسها بي صغر ويكبر زي ما نعايز يعني وانت غالبا نخلي مئة في المية عشان يديك نفس الحجم اللي انت عامله في الاول بس وخلي دي سفر وخلي خليها مئة وتلاتين او حسب رسمة اللي معاك يعني ممكن تلاقي وخلي دها سفر زي ما هو وهتلاقي الدنيا بتوزوط معك بس بنظرة عينك بقى انت بترتيبك للبي بترتيبك للدنيا مش هزاي بالنسبة للفوتوشوب الفوتوشوب في الحتة ضعيف الزاد مفيش سهل منه يعني ايه بس في مشكلة ان الفوتوشوب مش هينفع يقص له ليزر يعني عشان تشتغل في الفوتوشوب وقص ليزر مش هيحسن المرة كنا وعدناكم الفيلم بتاقي التطبيق بتاع ايه ازاي اعمل فيلم فول كافر وبعدين انا طبعا ظروف الشغل وعند ظروف شخصية فما حملتوش فاقا كنت شعروا ان هسجلوا النهاردة وهرفع برضو النهاردة وسلام عليكم ثاني فوتوشوب هيفتح ونشوف الدنيا ده بتطلع زي بالفوتوشوب بالنسبة للفوتوشوب يا جماعة بنعمل ايه قدل الفوتوشوب هو سهل جدا جدا في الحاجات دي بس مشكلته الوحيدة سهل جدا بموضوع تكرارات والكلام ده كله بس مشكلته الوحيدة معنى ايه ان الفوتوشوب انا اول ما شده خط بيطلب مني بيقولي التحديدات وعايزوا عايزوا اللاين بتاعه مربع واكبر حجم الخط تمام بقى بيختار بيقولي انت عايز اللاين ده مربع بديلوه بشان زيادة بقوليه بيقولي عايز مربع ولا عايزه دا يريده والحجم من النقطة والنقطة قد ايه؟ يعني لو كبرنا كده تمام وين هنا حددنا حجم اللاين اهو تمام اه حجم النقطة يعني عايز اكام في كام اه مسافات الكلام ده كله بتحدده في الفوتوشوب بمنتهى السهولة يعنى لو جيت هنا كده عانى وعملته مش من قائمة اللي فاتحة دي لأ قائمة التانية او من هنا اهي اه اختر هنا مثلا ايه اتنين لو اخترت هنا اربعة المسافات دي هتكبر لو اخترت هنا اه اه تلاتة حجم النقطة هيزيد مش هيبقى نقطة باعة هي ايه؟ هيتحاول ايه للشكل تانية تمام؟ وعلى هزا الايه؟ لو عملت مسلا هنا هتلاقي بقليب المربع عايز المربع دي بحجم سنتيه حجم واحد بيكسل تمام؟ عايز الحرف بتاعه دائري لو انا عملت اتنين هيجي لو عملت اسف لو عملت اه اه اربعة هيجين ايه؟ ماشي اربعة وبعدين في هنا في مور اوبشن من هنا اضغط كده من هنا هتلاقي مديني مور اوبشن من هنا او قبل مور اوبشن هتلاقي مديني الكبس هنا لو انا عملت كده هخلي لنقطة بكيرف من هنا كورنرات عايز الكورنر مستقيم ولا مكسور ده بالنسبة للفوتوشوب برضو في نفس الموضوع لو انا كاتبه جملة وعايز اخلي الجملة دي برضو الخط بتاعها ايه؟ ما انا اقض هزا بشكل دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة